واستمراراً مع الدستور وصفحة واحد المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق قافلة مساعدات غذائية غاثية لأهالي قطاع غزة أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قافلة لمساعدات الغذائية والإغاثية لأهالينا هناك في غزة كانت تحت شعار يد بيد مع أهالينا في فلسطين وده طبعاً في إطار المسئولية المجتمعية للشركة المتحدة تجاه المجتمع وتجاه أهالينا في غزة طبعا بنتوجه لها بكل الشكر وبنشيد أكيد لازم في الأول بدورها الكبير سواء بقى كنا بنتكلم على دور الخدمي تجاه المجتمع أو كمان دورها الهام جدا في التغطية الإعلامية اللي هي مقدمة من خلال مجموعة قناواتها المختلفة وقطع الأخبار قناة القاهرة الإخبارية بنتوجه لهم بكل الشكر كل زمان هناك وكمان مرسلين هناك اللي بيشتغلوا في ظروف غير أدمية وسط مضايقات وتحرشات بتأكيد من الجيش المحتلب بنقول لهم كل الشكر وطبعا بتشد على إيدهم إن شاء الله وربنا يا رب يحفظهم دائما وخليني نتكلم بقى على هذا الدور المجتمعي الهام والدور لم يقتصر فقط على المجتمع المصري ولكن كمان امتد الأهلين في غز صحيح الحقيقة الشركة المتحدة الخدمات الإعلامية من أول يوم وهي بتتحرك بشكل إيجابي جدا في هذا الملف يعني احنا شفنا من أول يوم حملات التبرع بالدم اللي تمت داخل المؤسسات والكيانات تابعة للشركة المتحدة كل الصحفيين والعملين جوه المؤسسات والآلمين كله تم تاهم بشكل مباشر في حملات التبرع بالدم اللي عملتها الشركة المتحدة وده كان دور مهم جدا من جانب الشركة المتحدة النقطة التانية كمان زي ما حدقك أشارت الدور التوعوي الدور التوعوي والدور الإعلامي والتغطية الإعلامية وفتح انتهاكات ومجازر الاحتلال في الأراضي الفلسطينية دور مهم جدا بتقوم بيه كل المؤسسات الإعلامية والكيانات الصحفية التابعة للشركة المتحدة على مدار الفترة اللي فاتت لتوعيت المواطنين بالقضاء الفلسطينية وما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية مهم جداً اللي بتعمله قناة الكاهرة الإخبارية والتغطية المتواصلة زي ما حديك ذكرت كده تغطية المتواصلة للجرائم اللي بتتم هناك شبكة المرسلين القوية الأبطال الحقيين أبطال حقيين على خط النار تبقيل ليه قناة الكاهرة الإخبارية موجودين هناك بيرصدوا كافة الانتهاكات وتعرضوا لمضايقات كثيرة من جانب قوات الاحتلال ورغم كده مستمرين في تأدية عملهم طبعاً ده بجانب الدور المهم مشوفت زي ما تم الإعلان عنه مبارح قافلة مساعدات بنتكلم في حوالي 6 شاحنات بنتكلم في 150 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية مقدمة من الشركة المتحدة للأشقاء في قطاع غزة والحقيقة يعني لما نجي نتكلم على 6 شاحنات و150 طن مساعدات مقدمة من الشركة المتحدة فقط فده بالمناسبة يعني يفوق يعني مساعدات اتقدمت من دول اللي باينها خلال الفترة اللي فاتت لقطاع غزة فاللي قدمته الشركة المتحدة فقط في يوم يفوق اللي بعته دول وده كمارحلة أولى يفوق اللي بعته دول من مساعدات ليه أهلنا في قطاع غزة في الحقيقة يعني كانت قافلة مهمة جداً شعارها كمان يد بيد مع أهلنا في فلسطين موضوع مهم فأمان يعني لازم نوجه تحية إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وكل القائمين عليها وهو كان وطني ومهم ودايماً بنشوفه موجود وحاضر في المشهد وفي الأحداث كيان كلنا طبعاً بنفتخر به الانتماء لهذا الكيان الوطن العظيم